بعد مرور سنوات على إعلان السيطرة على المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في العراق ما زال هناك أكثر من مليون نازح يعيشون في مخيمات خارج مناطقهم في ظروف إنسانية غاية في الصعوبة المرصد الأرومتوسطي صلت الضوء على مآسي هؤلاء النازحين الذين قدر عددهم بمليون ومائتي ألف نازح في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتتابع العواصف الترابية في فصل الصيف وذهب المرصد أبعد في وصف المأساة قائلا إن معاناة النازحين تتضاعف خلال الصيف إذ تفتقر المخيمات إلى البنية التحتية اللازمة للوقاية من درجات الحرارة العالية ما تسبب بإصابة عدد كبير من النازحين بحالات إعياء متكررة إضافة إلى اشتعال حرائق كبيرة في عدد من المخيمات كذلك تفتقر المخيمات لخدمات الرعاية الصحية التضم مراكز صحية بسيطة لا تتوفر فيها كثير من المستلزمات الطبية والأدوية على النحو الذي يدفع المرضى من النازحين إلى اللجوء للعلاج في المستشفيات أو العيادات الخاصة وتحمل نفقات مادية إضافية لا يستطيعون في معظم الأحيان توفيرها وفي معظم المخيمات لا تحمي الخيام المتهالكة قاطنيها من أشاعات الشمس وبسبب النقص الدائم في غاز الطبخ والوقود يلجأ النازحون إلى صنع أفران طينية بسيطة ما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في درجة الحرارة يتسبب بانبعاثات تؤذي النازحين المرصد انتقد سياسة التجاهل الحكومية لمعاناة النازحين إذ لم تتخذ الحكومة الحالية أي خطوة جدية لإنهاء معاناتهم وإعادتهم إلى بيوتهم التي هجروا منها إضافة إلى ذلك تسيطر الميليشيات على الكثير من مناطق النازحين الأصلية وترفض الانسحاب منها والسماح لهم بالعودة تحت درائع مختلفة فضلا عن الدمار الواسع في مناطق أخرى بسبب العمليات العسكرية ما يمنع عودة النازحين إلى منازلهم المدمرة نهيك عن توقف المساعدات الحكومية التي كانت تقدم لأهالي المخيمات الأمر الذي فاقم مأسادهم